اشتركوا في القناة وقال قائل يا معشر النساء لا ترفعنا رؤوسكنا حتى يرفع الرجال ما معنى الحديث؟ واحد بيسأل عايز يفهم يعني ايه رأيت رجال عقدي أزرهم على اعناقهم مثل السبيان من ضيق الأزر خلف النبي وبينبهوا على النساء انهم ما يرفعوش رأسهم قبل ما الرجال تعود خلينا نشوف الاجابة بتقول ايه قد اخرج البخاري ومسلم فيه صحيحهم عن سهل بن سعد قال لقد رأيت الرجال عقدي أزرهم على اعناقهم مثل السبيان من ضيق الأزر خلف النبي فقال قائل يا معشر النساء لا ترفعنا رؤوسكنا حتى يرفع الرجال ومعنى الحديث كما قال النووي معناه عقدوها لضيقها لألا يكشف شيء من العورة ففيه الاحتياط في ستر العورة والتوسيق بحفظ السترة وقوله يا معشر النساء لا ترفعنا رؤوسكنا حتى يرفع الرجال معناها لألا يقع بصر المرأة على عورة رجل انكشفت وشبه ذلك يعني هنا بيقول لنا ان الحديث في البخاري ومسلم والحديث صحيح ومعنى الكلام ان الرجال كانوا بيطلعوا الإزارة عند رقابتهم من ضيق السوب يعني أو من ضيقه فبيربطوا على الأفا كده يعني زي هيئة الأطفال أو الصبيان فكأنهم كده يعني لابسين من الجيب زي ما الدكتور سعد الدين هيري قال كأنهم لابسين من الجيب وهو بيشرح الحديث قال كده بيربطوا الإزار حوالي رقابتهم طيب كده لما بيسجدوا ما فيش ملابس داخلية طبيعي يعني زمان ما كانش عندهم ملابس داخلية فلما بيسجد عورتهم بتبان فإيه الحل الحل ان النساء لا ترفع رأسها قبل ان يستوي الرجال جلوسا وخلينا نكمل الإجابة قال ابن حجر وقوله عاخدي أزرهم يوقز منه أن السوب إذا أمكن الالتحاف به كان أولى من الاتزار لأنه قبلغ في التسطر وإنما نهى النساء عن ذلك لألا يلمحنا عند رأف عرقوسهن من السجود شيئا من عورات الرجال بسبب ذلك عند النهودهن وعند أحمد وأبي داود التصريح بذلك من حديث أسماء بنت أبي بكر ولفظه لا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهية أن يراين عورات الرجال ويوقز منه أنه لا يجب التسطر من أسفل وده في فتح الباري طيب فيه سؤال الصراحة لو حد داخل من برة يعني جاي من باب بتاع المسجد سواء ستة أو راجل أو أي حد وكل المصليين دولة بيبقوا ساجدين اللي داخل من برة دا هيشوف إيه؟ هل دا بيطلق؟ هل ممكن العورات كده تكون بينة؟ والحل الوحيد اللي لقيوه أن الستات ما ترفعش رأسها قبل الرجال ما تعد علشان ما يشوفوش حاجة وخلينا نكمل الإجابة ومن الأحكام الفقهية المأخوذة من هذا الحديث غير ما تقدم ما قاله ابن رجب في هذا الحديث من الفقه أن الإزار الضيق يؤقد على القفى إذا أمكن ليحصل به تسطر بعض المنكبين من العور وفيه أن صفوف النساء كانت خلف الرجال وفيه أن من إنكشف من عورته يسير في صلاة لا تبطل صلاة هو وده الكلام من فتح البال يعني زي ما شفنا كده تأكيد نفس الكلام والحاجة الغريبة بيقول أن من حديث أسماء بنت أبي بكر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهية أن يراين عورات الرجال ويأخذ منه أنه لا يجب تسطر من أسفل طب ليه لا يجب تسطر من أسفل في الصلاة وليه الرجال كانوا بيصلوا مع النساء ورسول الإسلام مش فاصل بينهم زي ما أنتم عاملين دلوقتي يعني وبيقول أن لو انكشف من الراجل شيء يسير من عورته ده ما بيبطرش صلاة لكن أنا هوريكم الأغرب من كده شوفوا معي الحديث ده من البخاري بيقول إيه عن عبدالله بن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضقون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا نشوف في الشرح معنى أن كان الرجال والنساء بيتوضوا في زمان الرسول جميعا يعني إيه وفتح الباري وقوله جميعا ظاهرة وأنهم كانوا تناورون الماء في حالة وحدة وحكى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضقون جميعا في موضع واحد هؤلاء على حدة هؤلاء على حدة والزيادة المتقدمة في قوله من إناء واحد ترد عليه وكأن هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب وقد أجاب ابن التين عنه بما حكاه عن صحنون أن معناه كان الرجال يتوضقون ويذهبون ثم تأتي النساء فيتوضقنا وهو خلاف الظاهر من قوله جميعا قال أهل اللغة الجميع ضد المفترق وقد وقع مصرحا بواحدة الإناء في صحيح ابن خزيمة في هذا الحديث عن طريق معتمر ابن عبيض الله عن نافع عن ابن عمر أنه أبصر النبي وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر منه والأولى في الجواب أن يقال لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارب يعني إيه؟ يعني كانت الرجالة والستات بتوضوا مع بعض في إناء واحد وأنا بأكد لكم أن ما فيش ملابس داخلية أيامها إزاي كانوا بيكشفوا كده على بعضهم مع بعض يعني من إناء واحد وفي ناس حاولت تطلع من المأزق فرحت قالت إيه؟ كان الرجال والنساء توضقون جميعا من موضع واحد هؤلاء على حدة هؤلاء على حدة رحوا ردوا عليهم وقالوا لهم لا ده من إناء واحد طيب قالوا خلاص نشوف مخرج تاني لو هو إناء واحد نقول إن الرجالة كانت بتتوضى وتمشي وتيجي الستات تتوضى بعدهم رحوا برضو ردوا عليهم وقالوا لهم لا ده خلاف الظهر من قوله جميعا قال أهل اللغة الجميع ضد المفترك وبعدين علشان يحزم الموضوع رح قال لهم طب أنا هقول لكم حاجة عن نافع ابن عمر إنه أبصر النبي والصحابة والنساء كانوا بتطهروا كلهم من إناء واحد وهنا السؤال اللي أنا هسيبه معاكم آخر الحلقات إيه المكان اللي فيه المفروض رسول من عند الله يتوضى ستات رجالة قدام بعض ويدخلوا بعد كده يقولوا للإستتات خلي بالكم محدش يتفرج على عورات الرجال إيه المكان ده؟ هل ده ممكن يكون بطلق مكان كله عوري؟ وألتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وجيمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر